موسيقى على الرغم من مرور أكثر من 60 عاما على اعتماد القاذفة الروسية الاستراتيجية التوبوليف تي يو ناينتي فايف أو كما تعرف أيضا بالدب ذي بي إلا أنها لا تزال بعد 60 عاما تخدم مع القوات الجوية الروسية نظرا لعدم امتلاك سلاح الجو الروسي على العدد الكافي من الطائرة التي يمكنها تغطية مسافات طويلة ولفترات زمانية ممتدة وبحمولات كبيرة تم تصميم طائرة البيع استجابة لرغبة الاتحاد السوفيتي في الخمسينيات من القرن الماضي في تطوير قاذفة استراتيجية تتناسب مع قوة القاذفة التي طورت الولايات المتحدة بان الحرب العالمية الثانية كالبي تونتي فايف والبي سفنتين وقسع المخططون السوفيت عام 1950 إلى الحصول على قاذفة مجهزة بأربعة محركات يمكنها أن تطير لمسافة خمسة آلاف ميل لضرب الأهداف في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة بينما تحمل أكثر من 12 طن من القنابل وقد ارتأى مكتب تصميم الطائرات بقيادة مصمم الطائرات السوفيتي راد أندري توبيليف أن المحركات النفاثة تحرق الوقود بسرعة كبيرة لتعطي المدى المطلوب وأن المحركات المكبسية أي البستن أنجينز من جهة أخرى ليست قوية بما يكفي لطائرة ضخمة كالطائرة الجديدة لذلك وقع الاختيار على استخدام محركات توربينية من طراز كوسني سوف وزود كل محرك بزوج من المراوحة الدافعة يدور كل منها بعكس اتجاه الآخر وهذه الازدواجية في الدوران تساعد في حذف عزم الدوران الناتج للمروحة الأولى والذي عادة يدفع الطائرة إلى الانحراف بسبب هذا العزم فالمروحة الثانية تحذف هذا الدفع إضافة إلى زيادة السرعة بدفع مضاف من المروحة الثانية وعلى رغم من ذلك فقد دفعت التكلفة العالية لإنتاج وصيانة هذه المراوحة المتعاكسة إضافة إلى صوت الضجيج العالي الصادر منها إلى تقييد اعتماد هذه الطائرة على نطاق واسع زودت هذه المحركات غير تقليدية طائرة توبلوف TU-95 بسرعة تتجاوز الـ 500 ميل في الساعة مما جعلها واحدة من أسرع الطائرات في حينها والمزودة بمروحة دافعة إلاوة على ذلك تعتبر التوبلوف أحد قلائل الطائرات وهي التي تعمل بالمروح ومجهزة بأجنحة مرتدة للخلف أو ما يسمى بالسويب توينغ والتي تعتبر ذات أهمية خاصة للطائرات التي تطير على سرعات مرتفعة وتتمتع الـ TU-95 بسعة وقود هائلة حيث يمكن الطائران لمسافة تزيد عن 9000 ميل فقط باستخدام الوقود الداخلي وبعد نسخة الانتاج الأولي تم تجهيز الاصدارات اللاحقة بمسبار للتزود بالوقود والمتميز على متن الطائرة الـ In-Flight Refueling Probe مما عزز من مداها وقد بلوت قوة تحمل هذه الطائرة خلال الحرب الباردة حوالي 10 ساعات من الطائران في المقابل استمرت بعض رحلات طائرات التوبلوف التي قامت بمهام الدورية البحرية حوالي ضعف تلك المدة يتراوح عدد الطاقم المشغل للتوبلوف TU-95 بين 6 إلى 8 أفراد حسب نوع الطائرة بما في ذلك طيران واثنين من الملاحين بينما الطاقم المتبقي يشغل أنظمة رشاشات أو إجهزة استشعار وقد جهزت النسخة الأصلية من البر بزوج من المدافع المجهزة بسبطانتين بإعار 23 مم في منتصف ومؤخرة الطائرة فيما جهزت مقدمية الطائرة بمدفع واحد ويمثل الهدف من تثبيت هذه المدافع صد المقاتلات المعادية وفي عصر الصواريخ جو جو طويلة المدى أصبح هذا النوع من الأسلحة قديما بشكل متزايد لذا تم التخلص منها في الإصدار الأحدث من التوبلوف TU-95 بإستثناء حظيرة المدفع في مؤخرة الطائرة تم إنتاج طائرة البر لهدف واضح الأولى في حالة احتدام الحرب الباردة فعل هذه الطائرة أن تجتازت دائرة القطبية الشمالية وتلقي القنابل النووية على أهدافها فوق الولايات المتحدة إلا أنه بحلول الستينيات من القرن العشرين اقتنع الاتحاد السوفيتي بحقيقة أن قاذفات القنابل النووية الاستراتيجية لن تستطيع الوصول إلى الولايات المتحدة بوجود الصواريخ المضادة للطائرات والطائرات المقاتلة المعترضة ولهذا قرر أن يتجه نحو الصواريخ الباليستية التي هي أقل تكلفة من صناعة هذه الطائرات وأسرع منها في الوصول إلى الاهداف وعلى هذا الأساس تم تطوير إصدارات جديدة من التوبلوف TU-95 للقيام بمهام مختلفة طورت نسخة الاستطلاع البحرية الـ TU-95RT لأداء هذه المهمة بشكل خاص حيث جهزت بكبسولة في منتصر جسم الطائرة وبرادار بحث سطحي وتم إضافة نقطة مراقبة زجاجية خلف المدفع في ذيل الطائرة وتم تطوير نسخة استطلاعية وهي الـ TU-95MR والنسخة المحسنة الـ TU-95K ونسخة الـ KM المجهزة بمستشعرات أحدث وكذلك بالقدرة على إطلاق صواريخ الـ KH-22 كما طور الاتحاد السوفيتي نسخة استطلاعية خاصة مضادة للغواصات وهي الـ TU-142 استجابة للمقاوف السوفيتية الناتجة عن تطوير الصاروخ الباليستي الأمريكي البولارس والذي يطلق من الغواصات وقد طرت عدة ترقيات على هذه النسخة خلال الحرب الباردة لمواكبة التقنيات الأمريكية في الغواصات فهناك الإصدار الـ TU-142MZ والذي جهز بمحركات قوية وبمستشعرات أقوى ويشغل الذرع الجوي في البحرية الروسية حاليا 15 طائرة من نسخة الـ TU-142 حيث تم رصد أحدا مؤخرا في سوريا إلاوة على ذلك تم تطوير طائرة البير للعمل كطائرة ذار مبكر وتحكم محمولة جوان الأيواكس والتي عرفت باسم الـ TU-126 كما تم تطوير هذه الطائرة كطائرة نقل عسكرية لكبار الضباط ففي عام 1959 نقلت هذه الطائرة خروشوف الرئيس الروسي من موسكو إلى نيويورك وقد استمرت فترة الطائرة نحد عشر ساعة متواصلة ولكن لا يتم استخدام أي من هذه الطائرات اليوم وإلى جانب التوبولوف 142 المختصة بحرب الغواصات يشغل الجيش الروسي حاليا نسخة أخرى من الـ TU-95 حيث تمتلك القوات جوية روسية ما يزيد عن 50 طائرة من الـ TU-95MS والتي تم تطويرها بالأساس من الـ TU-142 وتعمل هذه الطائرة TU-95MS كناقلة لصواريخ الكروز ولها القدرة على إطلاق صواريخ الكروز الأقل من سرعة الصوت من طراز KH-55 أما إصدار الـ TU-95MSM فيتميز بقدرة على إطلاق صواريخ الـ KH-101 والصواريخ النووية الشبحية الـ KH-102 والتي تطير على ارتفاعات مخفضة وتتميز بمقطع عرضي راداري مخفض ولا تزال طائرة البيع تطير عبر المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي في القرن الـ 21 حيث استأنف الرئيس الروسي بوتين مهاما كطائرة دورية بحرية منذ عام 2007 ويرى مراقبون أن الهدف الأساسي من خطوة بوتين هذه هو تذكير الدول الأخرى بأن روسيا لا تزال قادرة على إرسال قاذفات نووية مسلحة إذا أرادت ذلك وفي نوفمبر من عام 2015 نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر في طائرة التوبالوف 95 تطلق صواريخ كروز على مواقع للمقاتلين السوريين فروسيا اليوم تستخدم سوريا كمنصة للتدريب على أسلحتها الجديدة والقديمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر